كيف تتعامل الأسرة مع ولادة طفل يعاني من إعاقات عقلية أو جسدية؟ هذا هو عنوان المحاضرة التي شارك فيها عدد من المهتمين وأهالي لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لا شك أن هذا الموضوع صعب ويحتاج من البيئة المحيطة الأسرة العائلة كل من يحيطون بهذه الأسرة أن يقوموا بدعم هذه الأسرة معنويا وعاطفيا لأن عملية التكيف تحتاج لوقت ما وهي الأسرة تمر بحوالي عدة مراحل منها مثلا الإنكار الفئة هذه لازم نحتضنها عشان تتكيف عشان تتأقلم عشان أكثر أن يكون فيه تشخيص مبكر العلاج يكون أكثر فعال العلاج يكون أكثر يأخذ الطفل هذا أو يأخذ الشخص هذا ذوي حتياجة الخاصة إلى بر الأمان هذه المحاضرة تأتي ضمن شهر التركيز على شريحة دو الإعاقات في المجتمع والذي يقوم عليه المركز الجماهيري رهض في البداية صعب علي بس لما تعودت وتمشيت مع الأمور حسيت أنها أعطتني القوة وفتحت لمجالات كبيرة واتجهت اتجاهات كثيرة مشان أساعدها لحتى تعلمت العبرانة والقراءة والكتابة وبحس حالي فتحت على الدنيا وهي ساعدتني أنها أعطتني قوة أكثر قمنا بفعاليات فنون، فعاليات ترفيهية، فعاليات تربوية، محاضرات قمنا بشهر اللي هو عديد من الفعاليات لذوي احتجاد الخاصة لتوعية سكان مدينة رهض ما هما الفئة اللي هي ذوي احتجاد الخاصة مع ازدياد عدد دو الإعاقات الناتج ليس فقط عن زواج الأقارب بل عن وعي المجتمع باعترافه بوجود هذه الظاهرة يبقى السؤال الملح كيف سنتعامل ونخاطب ذوي الإعاقات وأسرهم